أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نستأنف إن شاء الله تعالى قراءة كتابي فصوص الحكم وخصوص الكلم لسيد الشيخ الأكبر محيد دين بن العربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونحن الآن في الفص السادس والعشرين وهو فص حكمة صمدية في كلمة خالدية وذلك نسبة إلى خالد بن سنان العبسي وهناك خلاف هل هو نبي أم ليس بنبي كما سنبين بعد قليل ومحتوى هذا الفص هو الحديث عن النبوة البرزخية حيث إن خالد بن سنان قد أراد أن يخبر من البرزخ بعد الموت عن نبوة أو صدق نبوة الرسل جميعهم فيتكلم الشيخ محيد دين في هذا الفص هل هذه النية أو الأمنية تعادل أو لها نفس أجر العمل إذا كان تم وهو لم يتم بالنسبة لخالد بن سنان لذلك لا يعد نبيا أو لم يحسب بين الأنبياء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أولى الناس بعيس بن مريم وليس بيني وبينه نبي وخالد بن سنان كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة عشرة من السنين ربما خمسين أو ستين سنة هو ولد قبل عام الفيل بخمسين سنة وبما أن هذا الفص قصير سنقدم تعريفا مختصرا بخالد بن سنان لأنه غير معروف عند الكثيرين فنبدأ وبالله التوفيق فمن هو خالد بن سنان وهل هو نبي فهو خالد بن سنان العبسي ولد في اليمامة قبل عام الفيل بخمسين سنة وتعلم القراءة والكتابة في سن مبكرة وانطلق يدعو قومه إلى التوحيد ونبذي الأصنام ونبذي الخمر والربا والميسر وتولى القضاء في بن عبس كما كان أحد أدباء العرب البارزين قبل عام الفيل وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك نبي ضيعه قومه وروي أن خالد بن سنان أن ابنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بابن أخي وهذا في حديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لها ثوبه وقال أهلا ببنت نبي ضيعه قومه هذا الحديث رواه أطبراني في المعجم وغيره ولكن فيه بعض الضعف وقصة خالد بن سنان هو أنه كما روى الحاكم في المستدرك أنه قال لقومه إني أطفئ عنكم نار الحدسان وهي نار كانت تخرج من جبل يسمى جبل حرة أشجع فقال له رجل من قومه واسمه عمار بن زياد قال له أنت تقول هذا دعنا نرى هل تستطيع أن تضفئها فذهب عمار بن زياد مع خالد بن سنان ومعهم سلاثين من قومه حتى أتوا إلى هذه النار فخط لهم خالد بن سنان خطة يعني ربما دائرة جلسوا فيها فقال لهم إن أبطأت عليكم فلا تدعوني باسمي ثم اختحم إلى هذه النار وكانت تخرج من بين الصخور في هذا الجبل كأنها خير الشكر فتتبعها ودخل مستقبلا وقال وضربها بعصاه وقال بدى 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 كل هدى زعم ابن راعية المعزة أني لا أخرج منها وثنايا بيدي فدخل معها لكنه أبطأ تأخر فلما استبطأوه قال عمار بن زياد والله لو كان صاحبكم حيا لقد خرج إليكم بعد يعني كان قد خرج لا بد فقالوا فدعوه باسمه يعني نادوه باسمه فقالوا إنه قد نهان أن ندعوه باسمه لكنهم دعوه باسمه فخرج إليهم وقد أخذ برأسه فقال لهم ألم أنهكم أن تدعوني باسمه قد والله قتلتموني فادفنوني فإذا مرت بكم الشياه أو الحمر فيها حمار أبتر يعني مقطوع الذيل فانبشوني فإنكم ستجدوني حيا فدفنوه وعندما مرت بهم الحمر كما أنبأهم فقالوا انبشوه كما أمرنا لكن عمار بن زياد قال لا تحدث مضر أننا ننبش موتانا والله لا ننبشه أبدا قال وقد كان أخبرهم يعني خالي بن سنان أخبرهم أن عند امرأته لوحين وقال لهم إذا أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما فإنكم سترون ما تسألون عنه ولكن قال لهما لا يمسهما حائض فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخرجتهما وهي حائض قال الراوي فذهب ما كان بهما من علم والله تعالى أعلى وأعلم على كل حال هذه هي قصة خالد بن سنان وهو يعني في أغرب الآراء ليس معدودا بين الأنبياء وذلك لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم فإنه ليس بيني وبينه نبي فنبدأ وبالله التوفيق يقول أشيخ مهدين في هذا الفصل السادس والعشرين فصل حكمة صمدية في كلمة خالدية وأما حكمة خالد بن سنان فإنه أظهر بدعواه النبوة البرزخية فإنه ما ادعى للأخبار بما أو للإخبار بما هناك إلا بعد الموت يعني هو بعد أن مات ادعى الإخبار بما في عالم البرزخ فأمر أن ينبش عليه ويسأل مخبرا يعني بما مخبرا أن بحكم أن يحكم في البرزخ على صورة الحياة الدنيا فيعلم بذلك صدق الرسل كلهم فيما أخبروا به عن حياتهم الدنيا فكان غرض خالد صلى الله عليه وسلم إيمان العالم كله بما جاءت به الرسل ليكون رحمة للجميع فإنه أشرف بقرن أو بقرب نبوته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلم أن الله أرسله رحمة للعالمين ولم يكن خالد برسول فأراد أن يحصل من هذه الرحمة في الرسالة المحمدية على حظ وافر فلذلك يعني أراد يعني وذلك لأنه لم يؤمر بالتبليغ فأراد أن يحظى بذلك في البرزخ ليكون أقوى في العالم في حق الخلق حيث أنه يعني كأنه من العالم الآخر أو من الآخرة فيكون أقوى في حق الخلق فأضاعه قومه كما روينا قبل قليل ولم يصف النبي صلى الله عليه وسلم قومه بأنهم ضاعوا وإنما وصفهم بأنهم أضاعوا نبيهم حيث لم يبلغوه مرادهم فإذا كما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي ضيعه قومه ولم يقول أنهم هم أضاعوا بل إنما يعني وصفهم بأنهم أضاعوا نبيهم حيث لم يبلغوه مراده فالسؤال هنا يسأل الشيخ محي الدين قدس الله سرة هل بلغه الله أجر أمنيته أم لا فلا شك ولا خلاف في أن له أجر أمنيته يعني نيته وإنما الشك والخلاف في أجر المطلوب هل يساوي تمني وقوعه مع عدم وقوعه بالوجود أم لا فإن في الشرع ما يؤيد التساوي في مواضع كثيرة كالآتي للصلاة في الجماعة فتفوته الجماعة فله أجر من حضر الجماعة وكالمتمني مع فقره ما هم عليه أصحاب الثروة والمال من فعل الخير فيه فله مثل أجورهم ولكن مثل أجورهم في نياتهم أو في عملهم فهذا يعني لم يحدد فإنهم جمعوا يعني هؤلاء أصحاب الثروة الذين تصدقوا مثلا جمعوا بين العمل والنية ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم ولا على واحد منهما والظاهر أنه لا تساوي بينهما ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ حتى يصح له مقام الجمع حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين فيحصل على ذلك الأجر أو يحصل على الأجرين والله أعلم وهنا ينتهي هذا الفص القصير وهو الفص السادس والعشرون يتبعه إن شاء الله في الجزء التالي وهو قراءة الفص الأخير مسك الختام وهو الفص السابع والعشرين فص حكمة فردية في كلمة محمدية والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إذن كان هذا هو الفص السادس والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الفص الأخير من كتاب فصوص الحكم وهو الفص السابع والعشرون فص حكمة فردية في كلمة محمدية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته شكرا